السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمود احمد فيديو اللي فات خلاص او السكشن اللي فات اتكلمنا على التمبلت وشوفنا ازاي نقدر نورسها من بعض ونطبق بعض التمبلت الفلتر زي اللي احنا طبقنا على الريد مور او اللي احنا طبقنا على التاريخ او كده تمام سكشن ده خاص باليوزر الموقع لحد الان مفيش فيوزر بيعمل لوجن او بيعمل سيناب او بيعمل لوجهوت او بيعمل اي حاجة تمام عايزين نشوف ازاي نبدأ ان احنا ننكريت يوزر واليوزر دادر يعمل لوجن و روجستر ويكون له يوزر بروفايل وكده تعنا وقفل سيرفر تمام؟ تعنا نعرف الكود تعنا نقفل كل اللي موجود دلوقتي ده حالو؟ احنا لحد الان كريت نقاب واحد خاص بالنوتس دلوقتي انا عايز اعمل يوزر فده يعتبر حاجة تاني خالص فعشان خاطر اليوزر ده ليه فانكشنز خاصة به لوجن و روجستر وفورجيب باسورد ورسيب باسورد وبروفيل و حاجات من دي فاحنا نعمل له قبل واحد و احسن فانعمل بايسون مناجده بي واي ونقوم بايدين ستورت اب وننسميه اكاونس بلاش تسميه يوزرز لان جانجو اصلا عنده حاجات اسمه يوزرز فما يعلقش كونف الايكتر مع بعض سميه اكاونس احسن تمام؟ عمل اب جديد اسمه اكاونس اول حاجة اوه وطبعا عملك في ايه؟ والمودلز والفيوز والحاجات الملفات اللي احنا متعوضين عليها تمام؟ تمام؟ عايزين نعمل ايه؟ اول حاجة نعمل له اول ما نكاريت اب اول حاجة خالص بنفتح الستنجز ونضيف اسم الاب في الانستولد ابس زي ما احنا ضيفنا النوت اب كده نمضيفين اكاونس ده اول حاجة خالص حلو؟ حلو بعد اكنا نفتح الورل الاساسي انا كنت عامل انكرود لليه؟ لليورل بتاع النوت او اعمل دابلكيت لده وابدا اعمل ايه؟ اكاونس اقول له سلاش اكاونس روح حاطلي الاب اللي اسمه اكاونس.url وسمهولي هنا اكاونس حلو خالص؟ حلو طب هل الاب بتاع ده في ملف يورل؟ اقول لك لا تعال انكاريت ملف يورل urls.py عشان يبقى الملف ده او الاب ده مستقل بنفسه حلو؟ حلو حلو اقول لك يريح ديناتك خالص افتح ملف الورل بتاع النوتس واخد دول كده copy وروح الورل دول حطه اطعنا نعدل اول حاجة الاب بتاع مسموش نوت اب اسمه اكاونس حلو؟ حلو تاني حاجة دول كلهم ما يهمنيش دلوقتي همسحوا انجد عندي عندي و هنا اسمها all notes واعمل اسميها مثلا home وبعد كده اسميها home حلو؟ ملف يورل طيب هل الهم ده موجودة في الفيو؟ قال لك لأ بعد ديجي هنا تعرف الهم اللي بتاخد من الريكوست وما بتعملش ايه حاجة تمام تمام تعرضنا السرور شوف لو في ايه مشكلة ما فيش ايه مشكلة حلوة الوقت المفروض لو احنا رحنا لسلاش اكاونتس اللي هو ده يروح لجبنان اليور اللي بتاعنا ده فيلاقي فيه عند ايه اللي هوم فيروح ينفيز الهم فطبعا الهم مفيش في ايه حاجة تمام كويس ايه البيزيك اوبريشنز اللي انا محتاجة يعني اليوزر دلوقتي لما يجي يتعامل اول حاجة يعمل ايه محتاج يعمل لوجن صح؟ ابسط حاجة خالص ان اليوزر يعمل لوجن طيب تعال اقول لك الحاجة دجانجو الواحد وعمل لك حتة ان انت تعمل لوجن ولوج اوت وكمان تعمل روجستر هو عمل لك الثلاثة جازين انت لو استخدمهم تستخدمهم معادة خطس طب ما تيجي كده نستخدمهم اقول لك الحاجة تعال كده نعمل انبورد للوجن ونشوف ازاي نستخدمه موجودة فين اللوجن نطلع فوقه هنا وبعد كده ما ايه ال from دجانجو دوت كونترب دوت اوت دوت فيوز وعمل امبورد للوجن واللوجاوت وسايف كده شوف لو فهي مشكلة مفيش مشكلة ايه الفكرة في دول؟ دجانجو اعمل لك اتنين او اتنين فونكشن تستخدمه اللوجن واللوجاوت هو مش بيفرض عليك تستخدمه بس انت لو استخدمه هيسايله عليك ادامك كمام؟ طب انا دلوقات عملت لهم امبورد من المكان بتاعه هتقولي تابل جانجو.contrib.auth.views ده انت جايبه منين اقولك لأ لو روحت لالدوكمنتيشن بتاع جانجو هتلاقي شرح بالتفصيل ازاي بتعمل امبورد وازاي بتبدأ بها تعمل اللوجن والرجستر والحاجات اللي هي البيزيك اوبراشنز الخاصة باليوزر هذا اطور ممبر تويه هازي اعمل ليه بها هازي اعمل لوجن طب 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 طعال نعمل URL اهه URL البتاعنا الكورش طبي وبعد كده نعمل لوجن وبعدكد نقسل ايه ونهم حطينا ايه الدولار شرح حلو كده؟ حلو وبعدكده اعمل ايه هستخدم اللوجن اللي جايلي بس كده بس طب ما تيدي كده ننفذ عايزون نروح كده لسلاش لوجن ونشوف ايه اللي هيحصل سيرفر شغال شغال نروح هنا نروح أكاونس وبعد كده وقال لك ملقاش التمبلت يعني ايه ملقاش التمبلت مش احنا متعودين انه ملقاش التمبلت يعني هو راح دور على فولد رسم رجستريشن وشاف جواه ملف اسم ولوجن ديت اشتين ما اللي ملقاش هتقولي يما احنا حطين التمبلت دي فيين خلك مش عارف تعال كده هنا تعال كده هنا تعال نفتح المشروع بتاعنا فتوريالت نوتس لسرسي ده التمبلتس فين اللوجن بتاعتنا فرونت اند اه اللوجن ها والسيناب ها الاتنين هم تعال اخدهم كابي وارجع كده فين ده الاكاونتس ده مفيش فولدر تمبلتس تعال انكارية فولدر اسمه تمبلتس وبعد كده ادخل حط جواه اللوجن والسيناب حلو حلو عاوز اعمل ايه بقى عاوز اقول له دلوقتي روح حاتلي اللوجن اللي موجودة في الفولدر اسمه ركزة احنا اخلاص دفنا في فولدر التمبلتس او انا رايح جاي هنا وعمل فاصلة وفاتح كوس مجموعة تمام وبعد كده افتح single code وامقل له التمبلتس اللي انت عاوزها او التمبلت نيم اللي انت عاوزه تمام وامقام وامقام ال single اللي هي colon اللي هي فوق بعضة دي وبعد كده امراح يقول له ايه موجودة او اعزة واحدة او ال colon هده وامقال له موجودة فين خلينا نقول لوجن على طول طب هل هو هيعرف ان هي موجودة فعلا في المصارده والله يقول له خلينا نشوف تعالى نساف كده تعرف الكوب بتاعنا الرفريش اللي هي موجودة زورها لفعلا sign up sign in وقال لك ال username وبعد كده قال لك لو انت فرجت وعملت sign in وقال لك دونتها في account sign up دي زي ما احنا كنا عاملينها بالظبط بس هي اخدت ايه خدت ال style شوية هنا اخدت ال style حال؟ طب انا بقى عاوز اعمليه في الفيدي انا مش عاوز استخدم ال username وال password والحاجات اللي موجودة هنا دي انا عاوز اجيب الفورم اللي جهزة اللي جانجو بيعملها لجهزة طب اعملها ازاي دي وقال لك تعال هنا كده فين ال login اهي لو لاحظت كل دي login كبيرة جدا طب الحل تعالى اقفل دي خالص واعمل عليها comment ما قلتش موجودة تمام وبعد كده اعمل لي تاك بس فورم كده هوا وخلاص واتعروح هنا كده refresh بقى فيه logo 9 username و password هتقول له دي جم منين دول وقال لك لا ده دي جانجو الواحدة اللي عاملهم لك طب ما تيجي كده مش المفروض دي فورم بس طبعا اهو اهو انا خلالها نعملها فورم ونشر كل الحاجات اللي ملاش لازمة فيها ايو دي فورم هاي وناخد بتاع الفورم بتاعنا ونحطه فيه هنا حل ايه اللي نقصنا عشان الفورم دي بقى شغالة نقصنا اول حاجة خالص الفورم دي ملهاش مصد فلازم يكون لها مصد مصد بسط حل اتنى حاجة فين ال CSRF بتاعنا اتنسى اوش عشان لو انسيته تجونج عاملك مشكلة طب تعال نروح هنا refresh بقى عندي يوزورنيم وعند اسمه سابنت نشيل كلمة سابنت دي ونخليها ونروح هنا refresh موجود اهو حلو حلو طب هو السؤال دلوقت انا عادة اعمل login طب هقولك قبل ما نعمل login طب نعمل حاجة صغيرة في ملف عشان نعرف هو عمل لجن ولا لا نروح لـ settings.by لول ما لف الـ S بتاعي ننزل تحت خالص قوم جاين هو قوم قيلله login redirect url اللي انت تعمله redirect لما تعمل لجن بسلاش يعني لما تروح تعمل لجن يعني انا عملت login نروح اعمل للردائرة بعدها للايه للسلاش نفتح الـ settings نفيش اي مشكلة نروح بقى هناك دي الـ admin عايز اعمل ايه عايز اعمل لج اوت بيت انا خلاص login اجيب لجن اجيه انا مش عمل لجن هعمل لجن من هنا هكتب username macbook هكتب ال password هعمل لجن رحل ايه رحل لل url رحل الـ slash لو لاحظت انا عايز اروح للـ slash نوتس تعالى اعمل له slash نوتس احنا كده لما نعمل الهم هنحل المشكلة دي حالو؟ تعال رح هنا كده refresh انا عمل login هتقول لي ازاي انا عملت login اقول لك ما احنا عملنا login من هنا تعالى الاول تاني تعالى كده اعمل له login انا عمل login انا جايب له login وتعالى هنا كده تعالى هنا كده تعالى رحل slash accounts slash login اللوجن موجود فورم بتاعدي احط هنا ايه اليوزرنين بتاعي احط الباسورد هعمل login هتحلين وقال لي تسيف الباسورد وقلت له سيئ هاروح بقى هنا ده login refresh ايه فتح لك على طول ليه لان انا عامل login دي فايدة بقى اللوجن بتاع دي جنور طيب انا عاوز اعمل implement يعني نفس الطريقة عاوز اعمل اللوج اوت تمام هنروح الaccounts للurl وانهم جاين لهو انهم مقالين url وانهم مقالين log out بس كده هتستخدم ايه هستخدم log out تمام 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 تعال هنا كده هنعمل login هوا هاروح للaccounts slash log out ايه اللي حصل فيه فيه syntax ها نحط فصل هنا اعمل 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 لوجن اعمل اجين جاب لك اللوجن اعمل login طبعا اعمل طبعا انا مستخدمهم جاهزين من عند junk مافيش اي مشكلة في كده تمام تمام عندي ايبقى اعمل اعمل الشخص يبقى ليه login ويبقى ليه sign up اعملها ازاي اقول لك حالة حاجة اول حاجة خالص اعمل url زي دول بالظبط اهو بعد ما يبقى login يبقى assign sign up حال؟ طيب هل Django بيصبرت ليه view جهزة خاصة بالسنة اقول لك لا انت محتاج انت اللي تعمل لها implement فهم ايه views . مثلا نسميها register وطبعا نعطي لها name اللي هو نعطي لها name register حال؟ سيف كده طبعا register دي مش موجودة نسينا الفصل طبعا sign up دي مش موجودة طبعا ايه العمل تعال نروح ل view بتاعتنا وتعال نعرف هنا function اسمها register تاخد مني request ومتنفذش حاجة طبعا السيرفر اعمل كويس انا بقى عاوز اعمل ايه؟ اعمل implement لل sign up دي يعني اعاوز اتعاوز اعمل بقى هنا sign up user يقدر يعمل sign up او يقدر يعمل register اعمل ازاي؟ قال لك دي جانجو ما بيعطيش ليك ال register ما بيعطيش ليك انك تعمل register على طول يعني حاجة جاهزة بس هو اعطيلك form جاهزة تعمل بها register يعني ايه؟ يعني فيه فورم جاهزة تقدر تستدعيها وتقدر تعمل منها register طبعا استدعها ازاي يقول لك اوه؟ هما انها from from jungle .contrib .auth .views import user creation form يبقى انا دقاط هروح لنفس المكتبة اللي كانت موجودة بالزبط وهجيب user creation form دي فورم عشان خاطر ايه؟ تعاكدا نسايف ونتاكد لبورت كويس بفيش حاجة اسمها user user creation form طب لاحظة بس نتاكد من الكود اوه دي مش views دي فورم عشان دي user creation فورم فها مش view هي فورم تمام؟ تمام عملت لهم بورت اوه عصبة ابدأ استخدمها فهعمل ايه؟ تعال ايه؟ تعال ايه؟ هو ما ال if لو request that method لو الراجل ده that method post يعني لو الراجل ده عمل post يعني اعمل post يعني اعمل post يعني اضغط على الزرار بتاع sign up فانا عايزة اشوف لو هو ضغط على الزرار بتاع sign up ابدأ ايه؟ هشوف الحاجة اللي عندي هعمل ايه بقى؟ لو الراجل ده عمل كده همان هم عامل لهم ايه للفورم بتاعتي هتساوي user creation form حلو؟ حلو طب وبعدين هتاخد مني طبعا request that post فوضح لك كل حاجة بالتفسير وما تقلقش الفورم عندي هي موجودة فيها كل المعلومات طب المعلومات دي جاي منين؟ جاي من request to post دي ال data اللي جايلي فانا مبساها منين؟ للفورم عايزة اكد ان الفورم دي كويسة فاكر وما تقلقش فالد المسوي بتاعتنا اللي بتشوف الفورم دي valid وللا لا لو الفورم دي valid يعني الفورم بتاعته كل المعلومات اللي فيها صح هروح اصيف form دي تسايف يبقى طب راح اعمل ايه؟ هروح اصيف الفورم دي تمام؟ تمام بس انا بعد ما سايفتها عاز اعمل لـ user login يعني انا عاوزوا ما يجي يرجيستر في الصيت يضغط النوع عمل register بعد ما يرجيستر يقوم راح اعمل له login بالظبط بس تعال لما نشوف ديان تعال نكمل وقول لك انا نعملها ازاي الاخر انا دلوقتي بعد ما عمل كده عاوز اعمل له redirect على ال home او عن نوتس انه بعد ما عمل صينب يقوم راح على ال ايه على ال home مثلا اعمل jouter redirect بس في السوق الالتالي ما عملناهش import redirect دي نعمل له import منين تمام؟ في render ايوه في redirect تعال اتأكد هل هي فعلا موجودة في redirect نحصا كده نسايف ونشوفه عشان لو في ربزهر في syntax اوضط ها دوله اتنين يساوي من الوقت اللي التاني سايف كده عشان تشوف انت سيرفر اظهر لك مشاكل ولا لأ تمام؟ بس عاوزوا بقى يعمل ال redirect على ايه على نوتس يعني لو لو ال user دخلت sign up فيبقى المسود اللي جايه لبوست ان دي فورم بتبعت زي ما احنا كنا قلقين في ال section بتاع الفورمس فورح اجيب الفورم بتاعتي اللي بتاع user creation form وال data اللي جواها اللي جايلي من request اشوف لو هي فعلا valid لو هي شغالها راح اصيف وروح اعمل ال redirect ال ايه للنوتس اروح ارجع للنوتس بس كده دي الفكر حل وبعد كده عاوز اعمل هنا ايه عاوز اعمل هنا return لل render وبعد كده عاوز اصيوله بقى ال request اللي جايلي وبصيوله الصفحة بتاع الصينب او ال register بس اعمل صينب ضد html وبعد كده عاوز اصيوله ال context ليه ال context دي نتساش تيه في القوس طب علي احنا عرافنا ال context اقول لك لا بس تعال علي علا عشان نعرف ال context عشان ما حصلنا نيهاش اي مشكلة اده ال context بتساوي اده ال context بتساوي انا دلوقتي اروح في ال html هستخدم ايه؟ هستخدم الفورم اللي عندي و اقول له ال for نحظة single code ال for هي ال for بس حلوة كده طيب في مشكلة هتحصل ايه المشكلة نضيف ال syntax اه دي مش فاصلة دي مش dot دي فاصلة تعال اروح بقى كده تعال اروحوا للشلاس slash sign up بقول لك local variable for references before assignment يعني ايه؟ انا نجعل ال code بقول لك ال forma ده انت استدعتها قبل ما تعملها امبورد قبل ما تستخدمها طيب الحل ايه؟ نعمل else لو كده هتبقى ال for ما تساوي user creation for بس تعال رحنا نشوف كده المشكلة دي بس جاب لي ايه؟ جاب لي استدعال الصفحة بتاع user creation لها sign up بس تعال رحنا نروح لل html بتاعها بس تعال رحنا نعمل ال comment وبعد كده تعال رحنا نروح لل logon ونجيب ال forma دي بالزبط بس تعال رحنا نروح لل logon ونجيب ال forma دي بالزبط وبعد كده ادخل بس ورد وقال لك ان البس ورد ده ما يكون مية وخمسين حرف او اقل وديجيتس مش عايف كده والبس ورد ده ما ينفعش يكون small وما يكونش اقل من ثمان حروف وشيح حاجة كده بقال لك اعمل confirmation البس ورد وبعد دي كده بقول لك sign up تبط على كده نعمل sign up باي اسم نعمل مثلا test test 1 حال؟ نعمل بس ورد نعمل confirmation البس ورد نعمل confirmation البس ورد sign up في مشكلة بقول لك WSGI request object has an attribute post دي موجودة في view سطر كامل 13 تعالك نروح لل view والسطر 13 لو ده عارف دي ليه؟ عشان دي محتاجة تكون كابتل تبط على كده refresh نعمل continue فتح لك النوتس يعني ايه فتح لك النوتس؟ يعني هو عمل sign up يعني هو دلوقات عمل sign up بليوزر اللي احنا كريتناك دي ده تبط على كده refresh هنا نفيش جديد تبط على رح لليوزر بقى فيه test one ملاحظ افتحوا test one one زي ما احنا تعرفنا وده الباسورد بتاعه وده معلوماته يعني دلوقتي sign up شغالة طب ودلوقتي ليه ما عملتش login بيه؟ يعني ليه احنا لسه لسه عاملين login بالماتبوك اقول لك عشان انت قلت له لما تعمل sign up اعمل sign up بس في الفورمة انت يقول له لما ايه؟ لما الفورمة انت بصيحة اروح صيفها وخلاص طب انت لو عاوزه قبل ما اعمل ريدا يريكت يعمل login تضيف الكود بتاع ال login هنا لما تيه كده نضيف الكود بتاع ال login اقول لك تعالى انا عندي username وعندي password دول اللي انا محتاجهم اللي انا اجيب ال username اللي موجود في الفورم ومحتاج اجيب ال password اللي موجود في الفورم محل؟ محل هم قيل الفور .cleaned data بعد كده تم حاطط وتم قيل له username يعني ايه؟ يعني روح للفورم بتاعتي ودور استنى .get روح للفورم بتاعتي ودور على فلد اسمه ايه؟ username وهاتلي ال data بتاعته استنى اه دي كده بس يعني روح للفورمو بتاعتي وهاتلي ال username اللي موجود فيه حلو؟ حلو عاوز اطبق دي بالزبط كده على password ده ال password ده ال password ده ال password دلوقتي تبقى معي ايه؟ بقى معي ال username وال password طب انا عاوز بلاش كنت عاوز نعمل لون print الاول بس تعال بدا من عاوز نعمل لون print ونضيع وقت فيها وكده احنا ممكن ايه؟ نجرب على التون نعمل ايه؟ نستخدمه حلو؟ حلو انا بقى عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل امبورت لللوجن اللي انا عاملها هنا دي اخده copy واروح لل view وعمل امبورت لللوجن اللوجن كمان فيه موجود معي حاجه اسمال اوز ان تيكيت يا ربكم كتبه صحر نفيش حاجه اسمال اوز ان تيكيت طب انا اتأكد كده محروف بس موجودة هم ايش موجودين؟ دي اللوجن.contract.auth.views لا موجودة في اللوجن.contract.auth فخلاص عملت امبورت للليه؟ اسمال اوز ان تيكيت عاوز اعمل ايه؟ عاوز دلوقت هم ايه لليوزر ركز معاونا وارجع كل حاجه بس احنا عاوزون بس ايه؟ نشوف الدينا بتمشي ازاي احنا ماشيين براحتنا واحدة واحدة خلص اعمل ايه دلوقت بقى؟ بقى معي user name وال password هم ايه لليوزر هتساوي اوز ان تيكيت اعمل وعندك ال username وعندك ال password بس السؤال ال username ايه؟ اللي هو ال username اللي انا جايبه وعندك ال password هو ال password اللي انا جايبه خلص اعمل ايه خلص اعمل ايه دلوقت بقى يعني اشوف ما اللي هم يوزر فعليا موجودين عنده اعمل ال login اعمل ال login بال username وبال password حلو كده؟ حلو تعال كده نجرب ونقوم بقى ال password نروح لل account ونقوم بقى ال username ونقوم بقى ال password نروح لل account ونقوم بقى ال username ونقوم بقى ال password o مقوم بقى الوضع بقى ال username اهو. طيب. تعالوا نجرر بنعمل اليوزور تاني جديد. نعمل تست ونحط الباسورد. صينب. فتح النوتس. وشايف? جاب لك تحفظ الباسورد. تعال هنا بقى كده. الفريش. تلا عندك ايه? اليوزور اللي هو تست. تست 2. بس هل هو دلوقتي اتعامل لوجن باليوزور ده? لا او مفروض ان الوجن فين? بالمكبوك. طب ليه معملتش لوجن? تعال كده نرجع الكوب بتاع. نرجع الكوب بتاع كده نعمل. نعمل هنا كده. نعمل هنا كده. نعمل تست 3. ونعمل باسورد. مفروض انه يعمل لوجن دلوقتي. تمام. حتى واجاب الباسورد هو. عشان احنا ايه? يوزور زر هو. اتعام بص كده على الترمينال. طبع هو المكبوك. يعني ما طبعش اليوزور اللي احنا عمليين. تعال. لاحظ واحدا نرجع الكوب تاني. واحظا كده. تعال كده نغور تاني. تعال كده نغور تاني. تعال كده نغور تاني. تعال كده اشتغلت. شوفتها لما عملت الفرش الادنة قال لي ايه? قال يوار اذنتكيتد انت عامل اذنتكيشن كأن انت تست 4. ولوليوزر اللي عمل لوجن. يعني انت ملكش الحق ان انت تفتح البيج دي. يعني انت تعمل لوجن تاني لديفرنت اكاونت. يعني انت تعمل لوجن تاني لديفرنت اكاونت. وتعال كده نروح لالترمينال. نشوفه طبع اليوزور ايه? ننزل تحت. طبع اليوزور تست 4. طبع المشكلة كانت في ايه? مشكلة كانت في ان دي مش بسورد. دي بسورد 1. طب ليه? عشان فلت صينب والفورم بتاعتها فيها 2 بسورد. لانت لو لاحظت لما تنجي نعمل صينب. هنا في مكانين نحط فهم البسورد ده وده. ده اسمه بسورد 1 وده اسمه بسورد 2. فان عاوز اخد اروح اعمل لوجن بالبسورد 1 والبسورد 2. طب ايه اللي كان بيحصل? هو كان بيحاول يروح يعمل لوجن بس انا كانش بعرف يعمل لوجن. فعشان كده بفتح لك الهوم. بس. طيب. ايه كده اشتغل. تعال بقى نراجع الكوب بتاعنا خالص. ننشوف ايه احنا عملنا. اول حاجة خالص. وانا احنا انا عاوزين نعمل لوجن او لوج اوت. كده كده السيت الواحدة بعمل لنا. او تجنجل واحدة بعمل لنا. فهنعمل لهم انبورد للفيوز. بتاع اللوجن واللوج اوت. وبعد كده نروح نستعد يوم عادي. ولو انت هستغصص الواحدة فيهم تمبلت معينة. بتحط بعدها التاج لتمبلت 2. وتقول له اسم التمبلت. حل? تمام. وبعد كده طبعا في اللوجن او في السنب. وكده انت بتحط الفورما بس. بس بتحطها في ايه? في فورما اتش تيميل ولازم يكون المسوق بتاعتها بوسط. ومنساش تحط السيسة ورفتوك. وبعد كده حتة بقى التركاب بتاع الفيو. التركاب بتاع رجستر. انا دلوقتي اروح ايه? هستخدم اليوزر كريشن فورم بتاعت جنج. اللي اصلا بتمكنك انك تعمل صينب. تمام. اوار هقول لو المسوق بتاع الريكوست اللي جاي لي بوسط. يعني اليوزر ده بعيتلي داتا. هروح ايه? هستطيع اليوزر كريشن فورم بس بالريكوست دوت بوسط. يعني الداتا اللي جايلي من الريكوست ده. وبعد كده هشوف لو الداتا دي فالد يعني صحيحة الباسورد صح وكل حاجة تمام. اروح اصيب. وبعد كده اروح اجيب اليوزر نيم عن طريق الكلين دي داتا دي ميزورد اتروح تجيب لك اليوزر نيم. اروح اجيب الباسورد ومنساش وان. كل واحدة يفهم في متغير اليوزر نيم وباسورد. اروح امستخدمهم الاثنين عشان اجرى بعمل لوجن. اروح اقضون تيكيت. اتشوف ما هل هم فعليا يوزر عندي اليوزر نيم والباسورد. اللي عندي في الداة بيز ولا لا. فلو لقاهم عندي. اروح اناعمل لوجن اليوم راح اعمل لك ريداركت الاسلاش نوتس. طب لو ده ما تمش او حصل ايه مشكلة اروح اريد اليوزر كريشن فورمي تاني. اللي هي صينب. حالو كده? حالو. فدلوقتي تبه خلاص. بيقدر يعمل لوجن ولوج اوت وسينب. تمام تمام. لو لاحزت احنا اول ما بيعمل صينب بنخليه يعمل ريداركت ايه على النوتس. طب ليه? عشان خطر اليوزر ما ليوش ويوزر بروفيل. اليوزر دلوقتي ما ليوش ويوزر بروفيل ولا ليه ايه معلومات ولا ليه حاجة خاص بس احنا عاوزين بعد كده نبدأ نكاريت الويزر ده معلومات ونكريت له صورة ونكريت له ملفات للسوشال ميديا بتاعته ونكريت له بروفيل في جنب عشان خطر يقدر ان هو يعمل ايه? يعمل منهم كده. تمام? بس قبل من اعمل كده تعني اعمل حاجة خفيفة. ده اللوجن صح? وده الصينب فاحنا ممكن ايه? نكستند. البيج بتاعتنا لو تفتكر. زي ما احنا عملنا في سيكشن اللي فاتنا ما عملنا ان هو اكستنز. للباس. للباس. للحتمل. وبعد كده انا ما عملين. لود. للستاتيك. وانا ما عملين اه. بلوك. بادي. وانا ما قد نقفلت البروكري. حطنا فين? بعد الفور. حل? هناخد دول كوب معانا. نروح للسينب. نفس الحاجة بالزبط. ونعمل هنا ايه? قفلة البطي. اندلوك. ونسايف بردو. حل? نتعرف بقى هنا. لو احنا احنا بعد كده نعمل لوجن. في مشكلة. ولا كده نرجسر the tag librarian must be one of. فين لوجن. اه. 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 اللود دي عملها مت مشكلة. لود. استاتيك. وبعد كده فل عادي. بنسخة. ونروح هنا نصل للفكرة. بس. في مشكلة. بقول لك شايف المشكلة بقول لك يا بقول لك extend the node. extends اللي هي البازل التشتميل اللي بقول لك must be the first line tag in template. لازم تكون اول سطرة في التمبلت. اتعالي هنا كده. في اللوجن. وبجيب مشكلة في ايه? في اللوجن. مم. وضلت صينب. اتعالي هنا. fresh. طبعا اللوجن اه. بس طبعا. يعني مش ظهر قوي. اقول لك ليه? وتعالي برضو نعزل لنجربة صينب. برضو هي. فمش ظهر قوي. تعالي نعمل ايه بقى? عال سريع كده. فين? فين النوت اب. فين التمبلت. تعالي كده للاد. كنا احنا عاملين ايه? . نحطيني. نحطيني الدفا دي ايه. خطعنا نحط هنا في لوجن. عشان الخاطر تأخد مرجل وكده. وقفلتين دفا دول. نحطوهم هنا. كزا يالك. نطبق دول برضو على الايه? على التصينب. نقوم بمكروه وهذا أفضل يعجب المقرص نقوم بمكروه ايضاً في الـ Login حال؟ نضيفه الـ Style لكي يشكله امكان اديه بس كده تمام كده تمام ايه اللي نقص بها نقص بها ان اليوزر ده نبدأ نعمله extend نبدأ نضيف له معلمات زيادة اسمه مثلا الإيميل بتاعه المعلمات الشخصية social media بتاعته الصورة ليه كلام من ده نبدأ نعرضه ونعمله profile تمام احنا ان شاء الله هنشوفه الفيديو الجاي اتمنى الفيديو يكون واضح للناس لو فيها مشكلة حاول تراجع الفيديو تاني احنا هنبنمش براحتنا خالص ونبدأ نفكر ونعمل import ونستخدم ونستدع فنعاوز ابتربط المعلومات مع بعض وكده كده لما تطبق مرة واثنين كل حاجة تبقى واضحة معاك تمام؟ اتمنى الدرس يكون واضح للناس اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته